أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 13-8 جمعة مباركة على الجميع وربنا يتقبل منكم الطاعات طبعا القمر اليوم موجود في منزلة الغفر الآن ومش رح يطول كثير هي تقريبا ساعة 26 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بنتقل لمنزلة الزباني فعشان هيك بتوقيت الأردن 9.5 فعشان هيك الوقت مش كثير فهي حكينا عنها الغفر هي الكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي لكن منزلة الزبانية زي ما حكينا اللي رح ينتقل إلها القمر الساعة 6.29 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء هذه الليلة اللي هي الخميس هي للفساد والقطع والمشاكل هي منزلة مش جيدة فيها بعض المشاكل أو بتخلى لها بعض الظروف الضاغطة طبعا القمر موجود في الميزان اليوم هو لآخر يوم طبعا تأثير القمر حكينا أنه بأثر على الجميع لما بيكون في برج معين بناخذ منصفة هذا البرج أو السمى الغالبة بتصير مع توقعات البرج هي اللي مأثرة علينا فهي أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر ومن ميل للإسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة تزيين البيت أو ديكور البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة طبعا أول الزوايا اللي رح تتشكل اليوم هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس هاي رح تكون الساعة الثمانية وثلات عشر دقيقة صباحا فتأثير الزوايا بتأثر على جميع الأبراج بنفس الإشي اللي احنا بنحكيه فعشان هيك لازم تسمعوا الزوايا مع توقعات البرج وتدمجوها مع بعض حكينا أنه زاوية هاي تسديس فمعناته هي زاوية إيجابية للتجميل وأمور قص الشعر أو عملية اللي هي عملية معالجة الشعر التالف أو اللي بده يساعد على عملية الإنماء إنبات الشعر فهاي أفضل فترات بالنسبة لهذا الموضوع طبعا تأثيرات هاي الزاوية منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية التربيع سلبي رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي الزاوية رح تكون الساعة 23 دقيقة عصرا بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين من من حولهم من الأصدقاء ومن أفراد العائلة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون الساعة 8 و38 دقيقة مساء نهتم بشكل كبير بمتاعب الآخرين من حولنا بمشاكلهم متاعبهم نحاول نسمعهم وبكون الاهتمام فيهم كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا بعد الزاوية هاي مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار زي ما حكينا هو رح يبدأ الساعة 8 و38 دقيقة مساء ورح يستمر لغاية ما بعد منتصف الليل اللي هي ليلة الجمعة على السبت بدقيقة واحدة يعني الساعة 12 دقيقة منتصف الليل بتوقيت جرينيش القمر بنتقل للعقرب طبعا إحنا الآن مش رح نحكي عن الانتقال لأنه في حلقة الغد رح نحكي عن الانتقال وتأثيراته وإيش التوقعات بالنسبة لإلوه خلو المسار حكينا أنه هاي الفترة المذكورة اللي هي ما بين الساعة 38 و38 دقيقة مساء لغاية منتصف الليل هاي فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقدة أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم الهلال الجديد خمس أيام في تمام الساعة 7 و43 دقيقة صباحا بيصبح ست أيام نسبة الإضاءة بتصير 25% عما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22 ثمانية منتحس بنسبة 35% القمر في الميزان حتى يوم 14 ثمانية سعيد بنسبة 45% عطارد في العذراء حتى يوم 38 منتحس بنسبة 50% الزهرة في العذراء حتى يوم 16 ثمانية منتحس الآن هي بنسبة 10% المريخ في العذراء حتى يوم 15 تسعة سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثاورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1 12 منتحس بنسبة 10% بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا هذا اليوم زي ما حكينا يوم أمس هو يوم له علاقة بالشراكة بما أن القمر ما زال في البيت السابع يعني مقابلك تماما فهو بعزز أمور إلها علاقة بالشراكة أو بالعمل المشترك برضو هاي طبعا الشراكة الشراكة العاطفية والمالية يعني علاقتكم بالأزواج أو بخطيبة بالخطيب اللي بكون في عقد ما بينكم وبين الشراكة المال بوسعكم اليوم طبعا للي بيرغبوا توقيع عقد أو تمام خطبة أو زفاف هذا يوم مناسب لهاي الأمور في بعض التأثيرات السلبية هي بتكون على شكل متاعب عائلية أو مهنية يعني بعض الاضطرابات أو المشاحنات أو الجدالات أهم شي إنك ما ترتجل المواقف اتجنب الانتقاد وخصوصا في عملك وفي بيتك برج الثور طبعا العمل ما زال هو الإشي اللي بيشغلكم في الفترة هاي أو اللي بتركزوا عليه أكثر إشي فعشان هيك بتجدوا إنه العمل ما زال بيتراكم عندكم مش كل الأعمال بتقدروا تنجزوها بتنشغلوا كثير عن أعمالكم بصغير أشياء ممكن تخليكم ما تقدروا تتمموا الأعمال بالكامل أو تتهربوا منها ممكن اليوم تجدوا تعاون من بعض الزملاء اللي بيساعدوكم في أمر ما أهم إشي إنكم تمارسوا يعني زي نشاط بدني حاولوا إنكم تتحركوا أو تعملوا بعض التمارين أو المشي على أساس إنه الجسم يتنشط أكثر يعطيكم طاقة أكثر وبرضو في نفس اللحظة حاولوا إنكم تباكروا لأعمالكم عشان تقدروا تنجزوا أعمالكم بالكامل اليوم الإنشغلات بتكون كثيرة وممكن إنه ما تنجح بإتمامها بالكامل حاول إنك تنظم نقطك وحاول إنك ما تقصر بواجباتك برج الجوزاء ابتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم لليوم الثاني على التوالي وتعزيز العلاقة معهم هذا زي ما حكينا يوم مناسب لممارسة نشاط فني أو أدبي أو حتى عاطفي أو حتى عائلة علاقتكم اليوم بالأبناء ممكن يكون فيه شيء ملفت للانتباه أو شو يسترعي انتباهكم أكثر هاي فترة استثنائية ورائعة بيبتسملكم فيها الحظ بتكون فرحتكم اليوم كبيرة بتحقيق بعض الإنجازات أو المهام أو الأشياء اللي بتكون يعني بتدخل الفرحة لإلكم بتهتم باستعادة موقعك ممكن تتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره أو إنجاز بعض الأعمال اللي كان صعب أنك أنت تنجزها بالفترة الماضية وبرضو خلال هذا اليوم يعني فيه انفراج وفيه خبر صار يعني كل واحد على حسب حق الاقتصاص وعلى حسب عمله برج السرطان ما زالت الأمور البيتية والعائلية هي اللي بتأخذ القسط الأكبر من تفكيركم عندكم واجبات عائلية أو اجتماعية عائلية أو شيء بتعلق بأحد أفراد العائلة اليوم تقدروا تتفاهموا وتعززوا العلاقة مع أفراد العائلة أو تجتمعوا فيهم ممكن تضطر للاهتمام ببعض التصليحات المنزلية أو غيرها ممكن مشتريات أو اهتمام بمناسبة أو يكون عندك عزومة مثلا في البيت أهم شيء أنه حاول أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية هي اللي بتأثر عليك اليوم بشكل كبير اليوم بدك تحذر أنه محتمل يكون عندك إما مصاريف إضافية أو مشتريات واجبة وبتكون مرهقة بالنسبة لك شوي برج الأسد طبعا اليوم النشاط رح يركز على الحركة والاتصالات زي ما حكينا يوم أمس لأن القمر ما زال موجود في نفس البرج ولكن اليوم إيجابيته أكثر فعشان هيك بتنشطوا اليوم بالدراسة والسفر والاتصالات بشكل كبير اليوم بوسعكم اجتياز امتحان أو مناقشة أو حوار أو مؤتمر ممكن يتعززوا العلاقة مع أخ أو جار أو يعني يصير في نوع من أنواع التعامل ما بينك وبينهم بتستوعب الظروف وبتتكيف معها بسهولة يعني عندك قدرة أنك تتكيف مع أي حدث بصير هاي فترة تعتبر ممتازة جدا للتواصل خصوصا مع الآخرين بتتمتعوا اليوم بنشاط ذهني بيسمح لك بالمنافسة القوية جدا أهم شيء أنك تحاول أنك ما تضيع الفرص حاول أنك تكسب قدر الإمكان من هاي الأمور لأنه فيه فايدة بالنسبة لأيلك برج العذراء ما زالت الأجواء جيدة للفرص اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو مكاسب مالية بتيجي أغلبها من عمل إضافي زي ما حكينا أو بتكون لك أموال ممكن تحصلها في منكم ممكن يحصل على هدية ولكن بتكون ديروا بالك من المصاريف اللي ممكن أنها تطرق على الساحة تتركز الأمور على الأمور المالية ممكن تقلق من مصاريف طبية أو استشفائية أو يعني أشياء بتيجي طارية حاول أنك تناقش العقود والمعاملات الإدارية بتأني دقك بالتفاصيل راجع أمورك المالية ممكن ترتب فواتير مثلا أو دفعات أو التزامات بتكون عليك ممكن ترغب اليوم بالمساعدة مساعدة أحدهم إلك أو تكون بمنبادرة خيرة بالنسبة لإلك ولكن أهم شيء زي ما حكينا انتبه على أموالك من السرقة والضياع من بعض المحتالين برج الميزان طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم أكبر من اليوم أمس اليوم ثقة أكبر وبتنجحوا اليوم بالدفع بمصالحكم شعبيتكم اليوم بتصاعد أعلى هاي فترة بتحمل فيها نوع من أنواع الإنجازات أو التطور اللافت للنظر أهم إشي أنه ما تهملها حاول أنك تكرر المحاولة بالأمور اللي كانت مش ماشية معك بالشكل اللي أنت بدك إياه يعني بدها كمان مرة ممكن يبتسم لك الحظ وتهنأ باستعادة موقعك أو أنه شوي تنحط تحت الأضواء في مسائل معينة وتتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره ممكن تناقش أمر كان صعب أنك تناقشه في الأيام الماضية وممكن وعود قطعت إلك وتأجلت اليوم تبلشت تتحقق شوي شوي وتمشي حيز التنفيذ بالنسبة لأيلك الأجواء جيدة فحاول أنك تتحرك بكل الطرق برج العقرب طبعا لليوم الأخير ما زال التعب بيسيطر عليكم يعني هذا آخر يوم بكرة القمر رح ينتقل ويصير عندكم فعشان هيك ما زال التعب بيسيطر عليكم في نوع من أنواع الملل بتحس أنه شوي سهل استفزازك بالفترة هاي ممكن تنوعد بأشياء ما تتحقق حاول أنك تخلد للراحة حاول فقط إنجاز ما بوسعك من عمل عاجل بيسود سوء تفاهم من أتفهل أسباب ممكن أي تصرف هيك تنفهم الأمور غلط بتخف وطيرتك اليوم وبتشعر بالملل ممكن تتأخر بعض المعاملات أو تلغى أو ترغب في الابتعاد عن الأجواء الصاخبة فهي هاي فترة سلبية بكل شهر بنفس المكان بتشعروا بنفس الشعور فعشان هيك بتكونوا روتينيين اليوم بعدين إن شاء الله لبكرة بتصير الأجواء أحسن برج القوس حاولوا أنك تنجزوا كل أعمالكم اليوم اللي هي المطلوبة منكم أو الأشياء الضرورية والمهمة قبل وصول مساء يوم الغد لأنه القمر رح ينتقل ويصير في العقرب يعني بيت متاعبكم اليوم عندكم قدرة للتحرك على المستوى الاجتماعي ممكن تسعدوا اليوم اللقاء بعض الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أهم شيء أنكم تتجنبوا العناد حاولوا أنكم تكونوا أكثر انفتاح على أراء الآخرين ومواقف الآخرين حاولوا ما تتكاسلوا وبادروا لتصحيح الأخطاء واستعادة موقعكم ما بيناسبك اليوم البقاء وحيد وزي ما حكينا حاول تنجز كل الأشياء الضرورية اليوم ما تأجلها للغد لأنه مش رح يكون لصالحك برج الجدي طبعا هذا يوم جيد للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تغيير على طبيعة عمله بينتبهلكم اليوم المسؤولون وبيقدروا جهودكم أهم شيء أنك تقدم أفضل ما لديك وحاول أنك ما تتهرب من المسؤولية الموكلة لإلك أو من أداء الواجب لأنه أي خلل اليوم بضرب مصلحتك وهذا بيت السمعة فعشان هيك إذا تهربت من العمل ممكن يجيك انذار أو يصير مشكلة ما بينك وبين رئيسك بالعمل أو تتراكم أو يصير أخطاء بأعمالك فعشان هيك حاول أنك تنجز أعمالك بالكامل اليوم حاول أنك ما تخالف القوانين وما تجازف بدعوك للاستثمار كل الفرص الجيدة لأنه بما أنه بيت السمعة فممكن يصير فيه تكريم لإلك أو ثناء أو ينظر لك المسؤولون بنظرة يعني تكون لمصلحتك برج الدلو طبعا النشاط عالي جدا ما زال موجود على الساحة فبتنشطوا اليوم في أمور الهلاقة بالسفر البعيد أو الاتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب ممكن اليوم تنشطوا في مناقشات أو طرح سلعة معينة أو تقنعوا أشخاص بوجهة نظركم اللي عنده امتحان برضو اليوم ممتاز جدا هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان زي ما حكينا خصوصا الامتحانات الجامعية أهم شيء أنك ما تستسلم حاول أنك تكرر المحاولات ثابر حتى تصل للهدف اللي أنت بدك إياه تعتبر هاي أفضل أيام الشهر وبترتفع عندك الحدود ويمكن حتى أنك اليوم أو بعضكم يقوم برحلة أو يشارك في احتفال أو ممكن يناقشوا موضوع يعني كان صعب أنه يتناقش بالفترة الماضية فاليوم المجالات مفتوحة كثير فحاولوا أنك تستغلوها برج الحوت طبعا ما زال القمر موجود في البيت الثامن فعشان هيك بتظلهم ركز الأمور على أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة أو الشراكات فعشان هيك بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة الفرصة بتصير متاحة لمكسب مصدر الشراكة أو تعويض أو مستردات مالية لإلكم أو حقوق يعني بصير فيه تطمينات لإلها أو تحرك على هذا القبيل أو ممكن يكون فيه حوار إلو علاقة بالديون أهمش أنه اليوم ما تهملوا صحتكم ممكن تناقشوا موضوع تمويل أو قرض ما ممكن تناقش مواضيع مهمة وتعيش يعني شوي بعض الامتحانات الصعبة اللي شوي ممكن تستنزف أعصابك أو توترك أو تخليك يعني هيكي مش مرتاح عالجت شؤون الإدارية بدقة حاول أنك تعالجها بشكل خاص خصوصا الملفات الاستشفائية والملفات المالية هذولا أهم نقطين بدأك تركز عليهم خلال هذا اليوم الأجواء جيدة إجمالا أفضل من الأيام الماضية وبكرة الأجواء أحسن وأحسن هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء